موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في هذه الدقائق الإخبارية أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية عدوان الكيان الصهيوني على مدينة الحديدة واعتبره انتهاكا جديدا لسيادة الأراضي اليمنية ومخالفة صريحة لكافة القوانين والعراف الدولية و أعلن التحالف الوطني تأييده للبيان الرسمي صادر عن الحكومة وموقفه الثابت في الدفاع عن سيادة اليمن وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي تدعيات جراء غارته الجوية الجديدة على الأراضي اليمنية بما في ذلك مخاطرها في تعميق الأزمة الإنسانية وحمل تحالف الأحزاب اليمنية في بيان الميليشيا الحوثية المسؤولية فيما يجري على البلاد ومصالح المواطنين جراء تصعيد غير المسؤول في ممرات الملاحة الدولية وحذر تحالف الأحزاب من خطورة التصعيد في المنطقة واجدد دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين والضغط على الكيان الصهيوني في إيقاف عدوانه على الشعب الفلسطيني والبلدان العربية وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من الويلات والمآسي قال رئيس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك إن الشعب اليمنية استلهم البطولة من مارب ويستمد منها الأمل بقرب الانتصار في المعركة المصيرية واستكمال استعادة الدولة أوضح رئيس الوزراء في منشور على منصة أكس أن مارب تمثل العمود الصلب الذي ارتكزت عليه دعائم الجمهورية وقيم الحرية والكرامة وتحمل في يد راية النضال وأخرى تحقيق التنمية وضاف رئيس الوزراء أن على يقين أن مارب هي من ستصحق ما تبقى من أوهام الكهنوت وترصخت قناحتي بذلك عندما شاهدت عن قرب الروح المعنوية لليمنيين الذين تحتضنهم هذه المدينة والتاريخ يعيد نفسه لتكون بوابة اليمن للانتصار وكان بن مبارك قد عقد سلسلة اجتماعات بقيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والاقتصادية في محافظة مارب وطلع عن قرب على أوضاع السكان والنازحين في المحافظة أكد وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر الإرياني أن محافظة مارب بقيادة اللواء سلطان الإرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي واستفاف قبائلها ومشايخها ونخبها وكل رجالها الأوفياء ستظل عصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية ومنطلقا لتطهير كل التراب اليمني من رجس الشردمة الدموية وأشار وزير الإعلام إلى أن النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية في اليمن والمنطقة بذلوا كل الجهود الخبيثة وسخروا كل الإمكانيات لاختراق وإسقاط محافظة مارب لكنهم اصطدموا بجدار منيع من البطولة والإصرار وفشلت كل محاولاتهم الخبيثة أمام صلابة الموقف الوطني وشجاعة الرجال الذين حولوا مارب إلى حصن لا يقهر وثمن وزير الإعلام موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين ساندوا اليمن في أصعب اللحظات وقدموا الدعم المتواصل في مختلف المجالات وامتزجت دماؤهم الزكية مع إخوانهم في الجيش الوطني والمقاومة تجسيدا للعلاقات الاستثنائية ووحدة المصير والروابط الأخوية الراسقة بين البلدين وشعبين الشقيقين تفقد وزير الداخلية اللواء روكن إبراهيم علي حيدان يوم أمس سير العمل في إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مارب وطلع على الجهود المبدولة في حراسة المنشآت الحكومية والحيوية والخدمية والممتلكات العامة والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة وأشهد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي تبدلها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في مختلف المجالات الأمنية والميدانية والإنجازات والنجاحات التي حققتها والدور الذي تقوم به مع ما يتطلب منها من تعزيز للأمن والاستقرار في المحافظة من جانبه قال مدير إدارة الشرطة المنشآت العميد علي صالح دومان إن شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في جاهزية أمنية عالية وكاملة لمواصلة أداء الواجب الأمني الوطني في مختلف المهام الموكلة إليها كرمت سلطة المحلية بمحافظة مأرب 185 معلمة في مراكز محول أمية وتعليم الكبار في مديريات المحافظة ومخيمات النزوح وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة واليوم الدولي لمحول أمية تحت شعار محول أمية مسؤولية الجميع وقال وكيل محافظة مارب عبدالله الباكر إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قضت على الكاهنوت الإمامي وجعلت عملية التعليم في المجتمع ضمن الأهداف الستة العظيمة من جهته أوضح مدير عام فرع جهاز محول أمية في مارب منير قاسم أن الاحتفال يهدف لنشر الوعي بأهمية محول أمية في تحقيق التنمية المستدامة شرفنا اليوم بحضور تكريم عدد من الأخوات الماجدات المعلمات لجهاز محول أمية والمعلمين وهذا شرف كبير لنا أن هناك جنود مجهولين في برامج التعليم يعملون وخصوصا في جهاز محول أمية في محافظة مارب وفرع المحول الأمية بحاجة إلى دعم من السلطات المحلية والمنظمات ورجال المال والأعمال حتى إن شاء الله تعالى نقضي على الأمية 100% فقد بلغ عدد المستفيدات من خريجات محول أمية 11.224 خريجة وأيضا هذه العام تخرجنا 3.220 دارسة من الفصل المحول الأمية الذي الفصل الأول الأساس والمتحررات وفصل المتابعة احتفلت مديرية الصلو جنوب تعز بأعياد ثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر الحفل أقيم بحضور عدد من القيادات المحلية والاجتماعية وشهد عرضا كرنفاليا طلابيا إضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والخطابية كما شهد الاحتفال عرضا مسرحيا يحاكي الوضع المرير في ظل الحكم الإمامي الكهنوتي ومساعي ميليشيا الحوثي لإعادة اليمنيين إلى ذلك العهد البائد والمظلم أقام تجمع اليمني للإصلاح بمنطقة تاريس بسيون لقاء سياسيا للأوجهاء بمناسبة أعياد ثورة اليمنية والذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الإصلاح وأكد القيادي بمنطقة تاريس الأستاذ ناصر سويل أن الإصلاح حريص على إقامة مثل هذه اللقاءات التبعوية التي تهدف إلى تعزيز وعي الأعضاء وتعميق معرفتهم بالقضايا الوطنية والسياسية الراهنة رئيس الدائرة السياسية بالوادي رساد فؤاد سالم باربود أكد أن الإصلاح سيظل داعما لمؤسسات الدولة ومساندا لها مشددا على أهمية وجود الدولة كضامن للاستقرار وأن غيابها يؤدي إلى الفوضى أوضح باربود أن الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد وخاصة في حضر موت نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوطية على مؤسسات الدولة الشرعية وشدد باربود أن الأزمة التي تشهدها محافظة حضر موت لا مخرج منها إلا من خلال الجلوس على طاولة الحوار والوقوف صفا واحدا من أجل حضر موت ومن أجل المواطن في حضر موت أقامت مدرسة 22 من مايو بمدينة الغيظة حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى السنوية ليوم اللغة المهرية وتخلل الحفل فقرات فنية وعروض لزهارات بالزي المهري ورقصات تراثية إلى جانب عدد من الكلمات التي أشادت بما تتميز به المهر من تراث شعبي وثقافي وجاءت الاحتفالية المدرسية بعد يوم من دعوة مركز اللغة المهرية لدراسات والبحوث في جامعة المهرة للاحتفال بيوم اللغة المهرية تحت شعار هوية راسخة وتاريخ متجذر يشار إلى أن اللغة المهرية تعد من أقدم اللغات ويشتهر الشعر القديم فيها بوفرة المفردات وفصاحتها أصدرت السلطة المحلية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة تعميما يقضي بمنع استخدام وسائل الجرف العشوائي للصيد داخل النطاق الجغرافي للمديرية وجاء تعميم بناء على قرار محافظ محافظة المهرة بشأن منع استخدام وسائل الجرف القاعي للصيد التقليدي يأتي هذا التعميم بعد تزايد شكاو الصيادين بالمديرية من استخدام الوسائل غير القانونية للاستياد وتأثيرها السلبي على الحياة البحرية ومصدر دخل ألاف الصيادين من أبناء المحافظة اختتمت مؤسسة شباب سبأ الورشة الخاصة بمشروع سند والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تعز ويهدف المشروع إلى دعم الاستقرار المجتمع في المحافظة من خلال عدد من التدخلات بينها دعم خدمات المياه وإصلاح البنية التحتية في مديريات صالة والقاهرة والمضفر التقربة أو المرحلة النهائية في المرحلة الأولى والتي كانت عبارة عن سلسلة من الأنشطة سواء من تدخلات مائية وإصلاح شبكات وتوعية ومسح ميداني ونزولة ميداني من المكونات الشبابية الخمسة وتدخلات في عدة تدخلات سواء كانت في مديريات القاهرة والمضفر أو صالة والتدخل للتخفيف من النزاعات الحاصلة من أجل الحصول على المياه أعلنت النقابات الصحية في وادي وصحراح درموت بدأ إضراب جزئي ابتداء من اليوم احتجاجا على تجاهل مطالب تحسين أوضاع العاملين وقالت النقابات إن الإضراب سيستمر لمدة ثلاث ساعات يوميا مع استمرار استقبال الحالات الطارئة والعمليات وقالت النقابات إن الإضراب سيستمر لمدة ثلاث ساعات يوميا مع استمرار استقبال الحالات الطارئة والعمليات العاجلة فقط وقالت النقابات إن هذا التصايد جاء بعد تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم المتكررة وحذرت من أن الإضراب قد يتصاعد إلى إضراب كامل إذا لم يتم حل مطالبهم توجى نادي السد بطلا لتصفيات أندية محافظة مارب لدور الدرجة الثالثة لكرة القدم بعد الفوز على منافسه نادي الوطن حريب بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مارب وعقب المباراقة مواكيل محافظة مارب علي محمد الفاطمي ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومدير عام مديرية المدينة محمد صلى فرحان بتتويج نادي السد بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية هارد لك نادي الوطن ومبروك لنا هذا ثمار جهدنا من خلال معسكر استمر سبع شهر ووزرنا المدينة المكلة وسيئون الشحر وقمنا عدة مباريات يعني هذا ثمار كطفناه مجهودنا وتعبنا انتهت هذه الدقائق الإخبارية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء